السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعين الكرام. نتمنى كل شي يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من دوار اهل الحرد اليوم السبت. اليوم السبت كنت منى التوفيق المنتخب المغرب ان شاء الله. نتمنى الله تكون شي نتيجة ايجابية اليوم. نطلب الله تتسر الامور. قد نحاول نعطيكم الجديد دي القاطنين دور الصافح بالبارح الجمعة واليوم السبت ان شاء الله. بالنسبة لعملية الهدم. زيروا بالراكة. زيروا بالراكة بالبارح. اليوم كذلك اليوم السبت ما كيكونش ترياب. والحد ما كيكونش ترياب. يعني عملية الهدم توقفات. اه من نهار الخميس. لحدود اللحظة. سنذكركم بالراقم دي العدد الباراريك اللي تم ترحيل ديال اللي هو سبعمية وخمسة عشر براكة. من اصل تمنمية اللي غاتمشي الميموزة. الناس دي البساتين كان الناس اللي داري القرعة دي البساتين كاين اللي خلص فيهم وكاين اللي خلص الكاش وكاين اللي قادل وغرقات ديال وكريدي يعني كاين اللي كتسنى غير يوجده البساتين غيمشوفهم الناس ديال الكاش والكريدي في نفس الوقت يعني غيكون عنده واحد ترحيل كبير ديال قاطنين دور الصافح ان شاء الله والامور غاتبشي بواحد سلاسة خصوصا من بعد الفين واثنين وعشرين واللي احنا على الابواب ديالها. القرعة كل شيك يارف رأي وصلاة السيد محمد الشريف وتبارك الله ما شاء الله رغدي بواحد لواتيرة مزيانة زيادة على هذا العائق الكبير والمشكل الكبير اللي كان هو اصحاب الشيكايات واللي ان شاء الله غيتعالج عما قريب لانه بحكم كنقولوا كنا كنسمعوا كلام انه حتى يسألوا كل شي عند غيرجعوا صحاب الشيكايات فكنظن ان سيد محمد الشريف بقاتله واحد القرعة ولا جوج وغاد يطلعوا الناس ديال اصحاب الشيكايات ويطلعوا عند الناس اللي ماشي من صحاب الشيكايات اصلا لانه كيم جموعة من الناس اللي الواتيق ديالهم مضبوطة كيت سنوغي الوقت باش غيرجعوا عندهم ويعيطوا لهم بطريقة عادية جدا ربما تكون فرصة باش يدوزوا مع اصحاب الشيكايات وتمشي الامور مزيان نطلبوا الله يدير لي فعل خير ونطلبوا الله حتى شي واحد ما يضيع وتمشي الامور مزيان نظروا ما يقوموا بالنسبة للتسليم تسليم الشوقاق ايضا لقاطين دور الصافح واخص بالذكر الناس اللي يمتزين فبالنسبة للتسليم كما شفتو في فيديوهات سابقة ارجعوا الفيديوهات قبل غدا تلقاوا وانا اخر شيء قد تحط في البروشي اللي هي الطريق رمضوك احتوه الطرطوار بدوك يصرروا الطراب تماما باش يديرو الجريدات بدوك يقاردو الامور ان شاء الله بدوك يسبغلوا الواجهات ديالعمارة باللون الابيض والاسود سيكتور جوج رهصة في 100% واجد سيكتور 3 كذلك سيكتور 4 قرب قريب وقريب بزاف وصل 80-90% يعني هناك نظر على الأشغال الحمد لله كاتب الشرب الخير والأمور رغضة في الطريق الصحيح نطلب الله الله يدخلها لما لابس حولها فيه وطلط العمر وبارتاجه الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة